فاسك أه عزة، بص يا حبيدي أنت زالفل، أنت حافظة كويس قوي، أحساسك حلو جدا مخارج الأرفاظ تمام، بس المشكلة في إيه؟ المشكلة أنك أنت مش مصدق لي بتعمليه وعندك حق في ده، لأنك مش ماشى مع الطبيعي الطبيعي إيه؟ أنت دلوقتي بتقولي كلام أرياف، والصعيد كمان ها؟ وكلام عن الشرف مش معقولة نخطب كده، ده كلام المفروض يبقى سر وكلام يبقى مجروح، ويبقى من جوه قوي يعني إحساسنا يبقى أعلى من صوتنا تفهم قصد إيه؟ يعني صح ولا إيه؟ صح؟ يعني إحنا لما بنيجي نقول سر مثلا بنقوله بالراحة، لما الواحد حتى يحتم نفسه يقوله أنا كنت جابي إن أعملت كذا، صح؟ لما بنيجي نتضرع على ربنا، بنتكلم بالراحة لما بيقوله بحبك، بنقولها بالراحة بالراحة دي مش جاهلة، الصوت بس الإحساس بيبقى أعلى، تمام؟ وتبعد شوية بس سنة صغيرة؟ أيها، معلش أنا عايزك تقلق سنة عشان صوت ولقوا كل ما تحس إن كنت بتقولي بهمسة أو بتاع قربي سنة صغيرة تمام؟ يلا، جاهزة كده؟ جاهزة طيب، بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا متأكد كنت أعتمليه كويس المرات أهم حاجة بقى في الموضوع فكري كده قبل ما نبدأ وعايزك تستدعي أصعب موقف مريتي بيه في حياتك فكري فيه ويقولي بالإحساس ده جاهزة؟ جاهزة كده؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم هيقوله عنك يا وهيب هيقوله عشجة وملعونة ومدرمغة في التن من ساسك لراسك لحد هيعذرك ولا يقبل عارك يا وهيب يا مرك يا وهيبة يا مرك هي مرافو، هي رأيك هي رأيك؟ هي رأيك؟ هرأي فيه تنطلط تقتل حاجة هرأيك طيب حبيبتك تمام؟ هرجعلك تاني بس تمام قوي هرأب عليك يا وخيبتك؟ كنت فيها دي؟ ايه؟ هي عارفة انها خايبة ووجعتهم ربربة يا راجل جديل بالواسطة طيب علشة بس الموام انها قالت كويس دلوقت خلاص عبد كويس بتوجيهاتك انت يا عبقر الحمد لله خربت مبالغاتك مبالغاتي ايه؟ طيب عليها الطلاق بالتلاتة انت احسن من المخرج يشغل معهاني يا عب وزنبائل ولالة طلاقت في غفلة من الزرق الله الله